أخدكم لأخبار الأهلي واحد طبعا زي ما مستر مارسل كورا لغاية اللحظة دي ما أعلن شقايمة النادي الأهلي الترجي كمان بيفرض يعني سياج من السرية على تدريباته رغم أنه أعتقد أنه على مستوى السرية يعني في لقاء زي نهاي دوري أبطال فرقاتين كبار زي الترجي والأهلي أعتقد أنه هما الاتنين بالنسبة لبعض على أقل كتاب مفتوح بالنسبة الجماهير الترجي الحقيقي زي طبعا ما حضراتكم شايفين كده المدير الفني ميجيل كاردوزو قرر وهو مدير فني محترم جدا والنهاردة هنتكلم عليه احنا كلمنا على السيفي بتاعه قلتلكم أنه هو درب فرق كبيرة جدا في أوروبا وفرق كبيرة جدا في دوريات زي مثلا أفسي نونت في فرنسا أعتقد بشكتاش في تركيا سلتا فيجو في الليجا في أسبانيا فالمدرب عنده سيفي محترم لكن ما حققاش بطولات ما قدرش حقق ألقاب مع الفرق اللي دربها حلمه هو الشخصي أنه تكون أول بطولة ليه مع الترجي البطولة كبيرة يعني هي بطولة دوري الأبطال بالنسبة للجماهير وزي ما أكدت الصحافة التونسية وتحديدا أعتقد صحيفة الشروق التونسية قالت أنه السلطات الأمنية في تونس سمحت بحضور 27 ألف من الجماهير للمباراة المباراة تتلعى في ملعب أو في الساد حمدي العقرابي ساعة الساعة المحددة للجماهير 27 ألف ما عنديش أخبار الحصة المخصصة للجماهير النادي الأهلي قدية هنحاول نعرف على مدار الساعات اللي جاية بعد وصول بعثتنا طبعا هيبقى فيه تفاصيل أكتر لكن اللي عرفه أو المتأكد منه أنه هيسمح لجماهير النادي الأهلي الدخول ملعب المباراة للحضور حسب الساعة اللي هتحدد ليهم بالمجان بشارط أن يكون معاك جواز صفر مصري يعني حكا تروح ملعب المباراة بجواز صفر تقدر تدخل الملعب بدون الحصول أو بدون شراء تذكرة اللي أعتقد هتسمح أو هتطرح فيه الأسواق بما يوازي 50 دينار تونسي ده طبعا هيكون لجماهير الترجي وأعتقد أنه في المقابل ده هيكون المعاملة هنا بالمثل في نهاية القاهرة إن شاء الله هتلعب بعده يوم الجمهة طبعا عندنا يعني مواجهات على كل المستويات لكن المواجهة الأبرز والحقيقة يعني مش عارف من باب الصدفة إنه الفرقتين مروا بنفس الظروف لكن المواجهة اللي صلت عليها الاتحاد الأفريقي اللي ضوء بشكل كبير جدا هي مواجهة أوفا مصطفى شوبير في مواجهة أمان الله ما ميش حارس مرمى الترجي التونسي الاتنين الحقيقة مشتركين في حالة تقلق لافت للنظر السندي الاتنين لعبوا دور البطولة أو خلينا نقول دور رئيسي في وصول فرقهم للمرحلة دي الاتنين قريبين جدا جدا من بعض على مستوى الأرقام والتصديات الاتنين قريبين من بعض على مستوى الكلين شيت وإن كان أمان الله ما ميش لعب مطشاط أكتر من شوبير شوية فيه يعني أمان الله ما ميش لعب عشر مطشاط في بطولة دوري الأبطال شوبير لعب سبعة السبعة طالع بيهم ما شاء الله ما شاء الله كلين شيت وإن شاء الله رقم يوصل لتسعة كلين شيت في المباراتين القدمتين الكاف كمان بيعلن أنه بيوعد جماهير الكرة طبعا دي زي ما حالكم قلت على صفحة رسمية للكاف أو الموقع الرسمي للكاف الصورة أو المقارنة اللي حصلت أو تسطيط الضوء على أو قالوا أنه المباراتين بالمناسبة يعني قالوا أنه المطشين دول مطش تونس ومطش القاهرة هيكون فرصة لتقديم اتنين من أهم المواهب الكروية على مستوى القرارة الأفريقية بشكل كبير وزي ما بعض التقارير رصدت وده يمكن يكون واحد من الدوافع وأن كنت أنا أعتقد أنه العابة الأهلي متفكرش في الألقاب الفردية لكن التحدي الأفريقي قال أنه الفريق اللي هيفوز بلقب البطولة هيقرب حارس مرمى بشكل كبير جدا من الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا طيب خلينا نروح مع حضراتكم معنا خبر كده سريعا عن كمان أنه ريفر بليت بما أن نستعد الكاس العالم عشرين خمسة وعشرين هو الفيفا الحقيقة لما قرر أنه يستحدث نسخة جديدة للكاس العالم تتلعب بطريقة مشابهة أو بنظام مشابه لبطولة كاس العالم للمنتخبات فكر في الفكرة دي بس ده مش معناه أنه كاس العالم اللي تلعب بالنسخة أو بالطريقة أو الأسلوب اللي احنا تعودنا نشارك فيه هيتلغي هم بيفكروا يعملوا حاجة اسمها كاس القراط دي قصة وتستمر بنفس بطولة كاس العالم اللي كان بيطلق عليها كاس العالم قبل كده ويعملوا كاس عالم حقيقي شبه بطولة كاس العالم اللي بيقام كل أربع سنوات ويبقى فيه مخصص فيه أربع مقاعد لأفريقيا ست مقاعد لأمريكا الجنوبية منهم الحقيقة ريفر بريت يعني عندنا من برازيل فلامينجو عندنا فلامينينزي عندنا بالميراس دول تأهلوا بالفعل ونضم ليهم كأول نادي أرجنتيني ريفر بريت عشان يشارك فيه بطولة كاس العالم إن شاء الله 20-25 نفرد ورقنا ونحاول نعرف حضراتكم على الترجل اللي بالنسبة لي كان من المجهول والحقيقة كانت بالنسبة لي تكون في منطقة الصراحة يعني كنت أتمنى طبعا أنه يتأهل على حساب السانداونز لأنه سانداونز قصة غير رحلة سفر طويلة جدا ملعبه من أصعب الملاعب في أفريقيا لكن الأهلي والترجي الدنيا أقرب إلى حد كبير جدا وإن كان ده معناه أنه الأهلي ما بيعملش حساب لحد على مستوى القار وأعتقد أنه مواجهات النهائي دايما الأهلي بيكون حاضر حتى في ظل ظروف أصعب من دي من خمس سنين فاته بص لكل مواجهات الأهلي في المباراة النهاية هتجد أنه اجتاز عقبات كبيرة جدا وصعبة جدا ونجح في وصول الهدف